بعض أهل العلم أنه يقولون إذا ثبت رؤية في بلد تعين على سائر البلدان أن يصوموا ولكن الرأي المعمول به والذي السائد والذي أصبح واقعا لا مجال لتفادي هو أن لأهل كل بلد مطلعهم ورؤيتهم فسواء كانت البلد متقاربة أو متباعدة لأنه إذا كانت تقاربة ولكن اختلف الحاكم فللحاكم سياسة في ذلك سياسة شرعية له في ذلك ولدلل ذلك حديث يعني صحيح مسلم في عباس رضي الله تعالى حينما أرسل مولاه كريب إلى معاوية بالشام فصاموا أرسله في أول الشهر فصام رمضان في يوم الجمعة ورمى رجع في آخر الشهر وكان الهلال قد يدل في رمضان في مدينة كانوا قد تأخروا يوما فما صام يعني قال ما افتر بني عباس رضي الله تعالى قاله هل تكت זה رؤية معاوية والناس قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله faire لرؤيته وأن نفطر لرؤيته فلا نزلنا صم حتى نرى الهلال قال لا تكتفي رؤيته معنا قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أخذ الشافية والعنابلة بأن الأهل كل بلد رؤيتهم إذا اختلف المطلع